اشتركوا في القناة في غاية الاهمية ولفت للدور المهم الذي تقوم به الشركة وبنى ان قطاع التعدين قطاع ناهض ويدر الكثير من الموارد لخزينة الدولة اكد المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الازرق يوسف سليمان ان الولاية تزخر بثروة حيوانية هائلة تقدر بحوالي 20 مليون رأس من الماشية وبنى ان الولاية خالية من الحالات الوبائية للحيوان وقال ان الادارة العامة للثروة الحيوانية تبذل جهودا مقدرة لحماية الحيوان من الامراض حيث تم اعداد وتجهيز نقاط الرقابة والرصد للحيوانات العابرة بين الولايات ودول الجوار بجانب رصد كافة مواقع تجميع المياه لسقي الحيوان في فترة تجمع الخريف والمرع الجيد ولفت لس اصحاب خطة الثروة الحيوانية ضمن الترتيبات الموضوعة للموسم الزراعي الجديد